نعم أقال مجلس الوزراء في نهاية المطاف عبد المنعم يوسف بعد انطلاقة عهد مكافحة الفساد فريحة قناة الامتفي بإيقالة عبد المنعم يوسف من منصبه أرادت قناة المر أن تبيض صفحتها أمام العهد الجديد عبر إغضاق المدائح على قرار مجلس الوزراء وما سمته مكافحة الفساد ومحاسبة مهدري المال العام طبعا يصح السؤال هنا ماذا يمكن أن يحدث لو استدبعت الحكومة خطوة إيقالة يوسف بإعطاء القضاء الدعم الكامل في ملف الانترنت غير الشرعي قال المر لن يكونوا مسرورين في آخر تطورات ملف التخابر غير الشرعي والضعوة القضائية المرفوعة من الدولة على شركة ستوديو فيجين بجرم سرقة 60 مليون دولار كشف الصحفي في جريدة الأخبار في رأس الشوفي معلومات جديدة بما خاص ملف ستوديو فيجين هو واحدة من أبرز الملفات طبع ملف التخابر غير الشرعي أو ملف الانترنت غير الشرعي الأساس فيه هو ملف التخابر غير الشرعي بـ 26 شهر فيه جلسة تانية لستوديو فيجين والمفروض أنه إذا لم يتم التبليغ من هون لوقتا راح يتم التبليغ لصقا تبين أن للمر وشركته شركاء محليين وشركاء خارجيين كانوا قد وقعوا اتفاقيات مع الدولة اللبنانية ثم اختاروا المر بديلا أو فرق طبعا فيه شركة دوليين وهن شركات اتصالات معروفة بالعالم ما بس يعني بيعطوا كل دول العالم مش بس بيعطوا لبنان ولكن هذي الشركات من مصلحتها أنه يكون فيه إلى بروكر بلبنان بيقدر يخليها تفوت على شبكة الاتصالات الأرضية من دون المرور بالطرق النظامية والأترة النظامية بتوفر على حالة مصاري وتسهل على حالة الموضوع والفرق اللي مفروض كانت تربحوا الدولة بيربحوا الوسيط هذا الشيء اللي كان عم بيصير لذلك هون السؤال هو مستقبلا هل الدولة أولا عندها نية ملاحقة الشركاء الدوليين لستوديو فيجين أما عند ريعت القناة وصاحبها بأن استوديو فيجين كانت تجري إحصاءات ودراسات تتطلب التواصل مع أرقام خارجية فللوثائق رأيون آخر هناك عبر مراقبة الخطوط اللي عم تستعملها يعني استوديو فيجين واضح أنه في اتصالات ويجي الضوء بالعطال أيام الأحد يعني منه منطقي يكون حدا عم يعمل أحصاء بكل الأوقات إذا واحد تصل فيك ساعة 5 الصبح وقال لك شو رأيك بالشاي الفلاني شو ممكن تجيبه أو مثلا إذا فترد عم تعمل إحصاء عم بتتصل بجاهة معينة أول مرة أو تاني مرة تتصل فيها عشر مرات بنهار تسألها عن رأيها يعني من منطقي الجواء الحجة من منطقية تمكنت شركة ستوديو فيجين عبر معدات وأجهزة استقبال نشرت في قمم الزعرور وبعدما عمدت إلى الحصول من شركات بيع الإنترنت المحلية على خطوط إنترنت إيوان دولية لتوسيع قدرتها على استقبال اتصالات أكثر ومحول سونترال في مركز ستوديو فيجين في منطقة النقاش تمكن المر من فتح نافذات اتصالات عالمية لاستقبال خطوط الاتصال الواردة إلى لبنان لنحو 450 ألف مشترك في الشبكة الوطنية والنتيجة 60 مليون دولار حرمت منها الدولة اللبنانية أضم شمس الدين قناة الجديد